جزاكم الله وخيرا وأحسن إليكم بعد هذا مستمع مقيم بالرياض يقول حامل عبدالنافع يسأل ويقول هل قراءة القرآن الكريم في المنواصبات والمآتم بالفلوس هل هذا جائز علما بأن ذلك يستمر لمدة أسبوع في بعض المناطق والجهون جزاكم الله وخيرا إقامة هذه المآتم بدعة وإثم وضرر على الأحياء والأموات وهي عادة سيئة من عادات الجاهلية وقراءة القرآن فيها بدعة ومحرم لأن القرآن يصان عن مثل هذه المناسبات البدعية وإذا أخذ القاري أجرة على ذلك فإن هذه الأجرة حرام لأنها في مقابل عمل محرم ومشاركة في البدعة ولأنه امتهن القرآن وجعله حرفة يتكسب بها في هذه المناسبات البدعية اتخاذ القرآن للتكسب أمر لا يجوز لأن تلاوة القرآن عبادة يجب إخلاصها لله عز وجل ولا يطلب بها طمع الدنيا نعم